موسيقى سلام الله عليكم اخواني اخواتي المغاربة اينما كنتم وارتحلتم في حلقة اليوم ان شاء الله سنتكلموا على فضيحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون كيف ما سمعنا جميع اخواني اخواتي على الاشاعة اللي خرجات فحقه انه توفى لكن كيف شفنا ولد عمو انه كيكدب الاخبار الشائعة اللي خرجت فحق عبد المجيد تابون الان اخواني اخواتي كنشوفوا انه عبد المجيد تابون رجعوا ما ماتش لكن الشيء الغريب الشيء الغريب الذي حير عقول العالم انه رجعوا دير القبص فرجليه الى راجعتوا الصورة مزيان اخواني اخواتي غتلقاوه دير القبص فرجليه دير القبص فرجليه وهاتش يا الاخوان اللي كيكد انه ما كانش مريض بكورونا او ما شبه ذلك لان الحالة ديال الرجل دياله كتبين على انه عندو شي حاجة اخرى اللي خلاته غيب هاد المدة كلها لانه اخواني اخواتي كنشوفوا الناس اللي فعلا مرضوا بكورونا وما غابوش بهاد الطريقة ادي كاملة وما غابوش هاد المدة دي كلها وكيف شفنا اخواني اخواتي حتى في القلصة ديالو كان شوفوه غالس ماشي واقف كيف شفناه في واحد الفيديو دارو في المانيا كان غالس وما كيتحركش بزاف يعني كان باين عليه انه عندو شي حاجة فرج له وحتى في صدره يعني شي حاجة كينا اللي هي غمضة وحتى وجهه مخطوف بالمقارنة مع الفيديو اللي دار في المانيا وجهه كان ضعيف بالمقارنة مع اليوم وجهه اخواني اخواتي كان مختلف تماما الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله البعد عن الوطن صعيب صعيب ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسئولية اصعب فاصعب الحمد لله العودة ميمونة وما تبقى الا القليل قليل جدا ان شاء الله من كل شعب الجزائري برمته كل خير ان شاء الله وسنة جديدة تكون ملؤها السعادة قضاء الحاجة ان شاء الله بالنسبة الناس المعات الجين والمعوزين ان شاء الله الشيطة هذا ما يجيه مش صعيب بزاف انا كل حال مهما كان الحال الدولة رهى في مساعدتهم لأصباحا مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير وكل مؤسسات على الدولة تمنى ان شاء الله سنة 2021 تكون احسن بكتير 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 بسنة 2020 وفي الاخير كذلك الحمد لله فكيف ما شفنا الاخوة الوجه دياله مبدل كليا فالحنوك دياله خارجين وكان واحد الفرق اللي هو كبير بالفيديو اللي دار في المانيا ومبين اليوم للصحافة حولت انها تتفادى تقريب الكاميرا ليه يعني الصحافة تفادوا انهم يزوموا على الوجه دياله باش ما يبانش الفرق وما يبانش الكذوب كيف ما كان قولو اما حركاتو فنفسها ما تغيراتش هدرتو هي هدرتو ودار عد الخطاب باش يبيل للناس انه في صحة جيدة وقدر يتكلم واللي هو مهم الان اخواني اخوتي هو انه الاخبار الرائجة تأكدت على انه رجع للجزائر وهات الشي بالضبط اللي وعد به هو بنفسه وارجع قبل بيومين من نهاية سنة 2020 باش يشوفوا الامور القانونية ويمضي على الاوراق الجديدة والدستور وكذلك على قانون المالية والرجوع ديالو كيتزامن مع الرجوع خالد نزار وكيف كانوا كيقولون لأنه دار داك الفيديو لأنه كان كيحس بهم أنهم كيوجدوا ليه شي انقلاب وما بغين وش يرجع وهات شي كله وهات التخوفات راه ما بقتش دابع راه ريحة لكان مختفي من مدة فإذا فإذا إخواني أخوتي ما الجديد الذي يطبخه في المطبخ الجزائري فما علاقة هاد الأطراف بالوضع الحالي للجزائر وما هو مصير الحرك الشعبي من هات شي هذا كله وما هو دور الشعب الجزائري أيضا بصفة عامة فهذا الأمور وهات شي كله إذن أسئلة عديدة تطرح فبغينا نعرف واش هاد عودة تابون غير باش يسك الشعب ويكالم الوضع حتى يتقدر الغراض فهناك أسئلة عديدة اللي هي مطروحة وهي كلها مشروعة عاد عبد المجيد تابون إلى الجزائر بعد شهرين من الغياب في ألمانيا حيث كان يعالج في أحد مستشفياتها بعد إصابته بمرض قالوا عنه أنه وباء كورونا حيث لم يعلن عن اسم المستشفى ولا الفندق الذي أقام فيه طوال فترة النقاهة التي قضاها هناك العودة كانت بنفس الطريقة حيث لم يعلن مسبقا عن تاريخ محدد ولم يسمح بنقل تلفزيوني لمراسم استقباله ولم ينشر حتى ولو صورة واحدة له عند وصوله إلى مطار بوفاريك العسكري بعد سويعات من وصولها ذعوا الخبر على القناة العمومية حيث ظهر تبون في مقطع الفيديو يجلس على آريكة وعلى يمينه والشماله رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وقائد الأركان وكان يتحدث إليهم وهو يحر رأسه بشكل بطيء ويديره إلى اليمين أحيانا وإلى الشمال أحيانا أخرى ثم ألقى كلمة مقتضبة في نهاية الفيديو الأمر الغريب الذي لاحظه الجميع وهو أن رجله اليمنى كان تظهر من تحت الطاولة التي أمامه وكأنها ملفوفة بجبيرة كتلك التي توضع في حالات كسور العظام ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة وأنهم عودون منذ سنوات على الاعتناء جيدا بالفيديوهات المتعلقة بالرئيس حيث لا يظهرون إلا ما لا يستطيعون إخفاءه من عيوب وآثار المرض لماذا لا هذه المرة وكأنهم تعمدوا إظهار ذلك حيث تشتت عقول الجزائريين وحتل طباء منهم خاصة وأن المرض المعلن عنه هو كوفيد 19 يقول أمير الذي تنبه لهذا الأمر مفسرا هذه الحالة الاستثنائية في فيديوهات الرئاسة إنها خدعة وقد تعمدوا وضع هذه الجبيرة على رجل تابون لإيجاد تبرير وتفسير لعدم إظهاره واقفا أو يمشي والهدف من ذلك إخفاء حقيقة مرض تابون الذي لا يبدو على الإطلاق أنه كورونا وما يدعم هذه الفرضية المدة الكبيرة التي قضاها في المستشفى ثم فترة النقاهة الطويلة التي أكد عليها لا طب أو لألمان حيث أن مثل هذه التوصيات الطبية توصف غالبا لمن لديهم إعاقات حركية وللناجين من الإصابات الدماغية يضيف أمير قائلا تابون سيعود إلى ألمانيا لاستكمال الإلاج وربما سيخفون ذلك عن العام أو يقولون كما تاد ترجمة نانسي قنقر